جربت ضايت كثير و لم تنزل في الوزن تعال اقولك ايه هي اهم اسباب سباة الوزن اول سبب انك متكونش بتتناول كمية كافية من البروتين اما تاني سبب فانك ممكن تكون بتاخد كمية كبيرة جدا من الكاربوهيدريت خاصة الكاربوهيدريت مكررة زي العيش الابيض او الرز الابيض والمكارونة اما تالت سبب انك ممكن تكون بتتناول مشروبات عالية جدا بالسكر اما رابعا انك مش بتفصل ما بين الوجبات يعني بتاخد الوجبة وراها سناك وراها وجبة تانية وخامسا عدم شرب كمية كافية من الماء ولو جينا لسادسا فهو عدم النوم الكافي انه بيقل عن 8 ساعات وزي ما شرحنا انه بساعتها بيتفرز هرموني كورتزول وبالتالي بيعرق النزول الوزن اما سابعا انك متكونش بتمارس اي نوع من النشاط الرياضي ومعتمد على الطاقة اللي بتاخدها بها وطبعا ممكن يكون كمية الطاقة المأخوزة هي كياها كمية الطاقة المفقودة وساعتها مش هتنزل في الوزن اما تامن سبب عندنا وهو انك تستمر على نظام غذائي المدة طويلة وساعتها الجسم بيحفظ الطريقة ومش هيبدأ انه هو ينزلك في الوزن ودي بتسمى بمرحلة البلاتو اللي ساعتها الجسم بيقاوم اي نظام غذائي انت ماشي عليه لان انت استمرت عليه فترة طويلة فهو حفظ الطريقة لا تنسوش لو اعجبكم الفيديو تعملوا للايك وسبسكرايب للقناة علشان تشوفوا كل حاجة خاصة بالتخزي اشتركوا في القناة